فدمجت الروح مع الأخلاق مع العلم عندنا أصبح هذا اسمه دين عندما تدمج الخلق مع الروح مع العلم هذا هو الدين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اسمي جمال السفرتي من الأردن دكتور في الدراسات الإسلامية والفكر الإسلامي المعاصر اعمل في الدعوة إلى الله عندي مركز إسلامي للدعوة إلى الله اقوم على مجموعة من الدروس الفكرية والإسلامية والشرعية ربما الخدمة استطاعت أن توصل روحا جديدا في العمل الإسلامي والحقيقة أن العمل الحزبي له إيجابياته ولكن له الكثير من السلبيات من سلبيات العمل الحزبي أنه قزم عمله الإسلامي في إضار الحزب فأصبحت الأجندة أجندة الحزب فقط الشعار إسلامي ولكن أجندة الحزب إسلامي فقط لذلك تره منغلق أي حزب منغلق في العالم الإسلامي منغلق على نفسه منفتح على الآخر ظاهرا وليس روحا فهذا الإنغلاق قزم العمل الإسلامي فجعل ربما بين الأطراف البغضاء وغير ذلك المشاحنة الخدمة عكست الصورة عوضا على الإنغلاق اتسمت بسمة الإنفتاح على الآخر أي كان هذا الآخر هو أستاذي طالما هو يعمل الخير هكذا الخدمة رأت طالما أنت تبدل الخير للناس فنحن معك نحن لا نفتح عليك إنما نتعلم منك ومن العجيب أننا عندما زرنا الخدمة لأول مرة أنهم دعونا ليتعلموا منا هكذا قالوا لنا هل ممكن أن تزورونا لنتعلم منكم بعض الدروس في العمل الدعوي وأنتم كدعاة إلى الله نحن هكذا جئنا أول مرة لكن عندما وصلنا وجدنا أن نحن تحت الأرض وهم فوق السماء لذلك أنا قلت لهم في أحد الاجتماعات المهمة عندما قال لي بعضهم قالوا أنتم السيادون أنتم أحفاد الصحابة فقلت لهم نعم نحن أحفاد الصحابة وهذا شرف وتاج على رؤوسنا أن نكون أحفادا للصحابة الكرام رضي الله عنهم ولكن عندما جئت ورأيتكم رأيت أنكم أنتم الصحابة أنتم الصحابة بهذا التفاني بهذا الإخلاص بهذا الانفتاح على الجميع وربما هذا المؤتمر دليل انظر من القادم من كل حدب وصوب من كل جهة من كل حزب من كل دولة من كل حركة منهم المحب ومنهم الذي لا يعرف ومنهم ربما لا يؤيد ولكن تعال أهلا وسهلا ومرحبا بك اسمع منا ونسمع منك هكذا هم الخدمة الخدمة مشروع أمة الآن هو متفرد بهذا العمل الآن ربما هناك من يحمل هذا الفكر لكن لم يتح له فرصة الانتشار بهذه القوة الخدمة الآن مشروع أمة في أوروبا في أمريكا في الغربي في أفريقيا في أستراليا في آسيا في كل العالم هو مشروع أمة وهذا المشروع هو نبتة هذه النبتة نبتت وشمخت ولكن ما تزال تحتاج إلى الري وإلى السقايا من كل مخلصا في هذا العالم يعني أنا زرت العديد من المدارس التركية في الأردن في تركيا والحقيقة 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 وأنا أعددت بحثا في ذلك والحقيقة أن المدارس التركية هي الآن مدارس عالمية بامتياز وهناك العديد من الدول بلغني كألمانيا مثلا وأنتم تعلمون أن الألمان منغلقون على ذاتهم متعصبون لألمانيتهم وقد بلغني أن ألمانيا طلبت من الخدمة فتح المزيد من المدارس عندها وهذا أمر على غاية من الأهمية على غاية من الأهمية طلبت المزيد من المدارس المدارس بشكل عام الإسلامية منها بشكل خاص قامت بشكل خاص الإسلامية في العالم قامت على أساس بث روح الإيمان تعليم القرآن مثل الزوايا والأمور التقليدية غفلت عن جانب العلم وهناك مدارس توجهت إلى الجانب العلمي وغفلت عن الجانب الأخلاقي ولكن هناك مدارس هي مدارس الخدمة توجهت إلى الجانب العلمي بأعلى مستوى وتوجهت إلى الجانب الأخلاقي بأرفع مستوى وتوجهت إلى الجانب الروحي بأسمى مستوى فدمجت الروح مع الأخلاق مع العلم عندنا أصبح هذا اسمه دين عندما تدمج الخلق مع الروح مع العلم هذا هو الدين فلذلك نجحوا وضعوا منظومة علمية ينبغي أن تواكب أعلى درجات العلم والحضارة في العالم لذلك ما أن يسمعوا بأن هناك تقدم علمي في أي مكان ينبغي أن يكون في مدارسهم وقد جرت بعض المدارس فيها هناك مراصد فلكية فيها غرف فضائية فيها العجب العجاب من المختبرات وهي مدارس خدمة وهي مدارس موجودة في تركيا في أفريقيا في آسيا في كثير من دول العالم لذلك كتب الله سبحانه وتعالى لها هذه النجاح حتى امتدت على مدار 160 دولة وأكثر حتى أصبحت تزيد عن آلاف المدارس وكل يوم هي في زيادة كل يوم يقول لي الإخوة في بعض اللقاءات نحن كل يوم يومين نسمع أنه مدرسة جديدة فتحت مدرسة جديدة انطلقت هذا يدل على شيء يدل على قبول الناس لهذا المشروع الكبير يعني هو الإسلام رسالة حوار والنبي صلى الله عليه وسلم منذ اليوم الأول لرسالته انطلق بالحوار وصيحة الصفا معروفة لما صاح النبي عليه الصلاة والسلام من جبل الصفا ونادى يا معشر قريش يا معشر قريش وبدأ الحوار معهم صلى الله عليه وسلم بدأ الحوار مع المشركين ثم بدأ الحوار مع الأديان الأخرى وحاور المسيحيين النصارى ونصارى نجران أتى بهم مثال إلى داخل مسجده وحاورهم داخل مسجده حاور يهود المدينة ووقع معهم اتفاقية صلى الله عليه وسلم هذا منهج النبوة فهذه المنهجية في الخدمة عند أستاذ خوجي أفندي أستاذ محمد فتح الله كوليل انطلق من منبع نبيه صلى الله عليه وسلم هكذا هو المنبع هكذا أستاذه وحبيبه صلى الله عليه وسلم فبدأ دعوته من خلال الحوار فانطلق للحوار مع الجماعات الإسلامية الموجودة في تركيا ثم انطلق الحوار مع الجماعات الإسلامية خارج تركيا وبدأ عقد المؤتمرات العالمية الدولية مثل هذا المؤتمر الذي نحن فيه الآن اجتهاد والقياس يجمع المفكرين والأصوليين والعلماء والمفتين ونخبة من علماء العالم الأجلاء نخبة لهم مكانتهم وفضلهم وقدرهم هذا هو الحوار تعالوا تكلموا نحن نسمعكم قاموا تكلموا ما رأيت أحدا اعترض على كلامهم ولم يقم الجميع مادحون قام المادح وقام الناقد وقام المتكلم وقام العارف وقام الذي يسأل وكانت الجلسات من أعظم وأجل ما يكون واستمع الجميع لهم بصدر رحب وبسعة صدر هذا حوار أسته الأستاذ بين المسلمين أست حوارا بين المسلمين وغير المسلمين أيضا وهناك كثير من الملجاة من وقف الصحفيين هذا وقف الصحفيين هو مركز حوار هو مركز انطلاق للحوار أسسه الأستاذ حفظه الله فلذلك تميز بذلك انطلق إلى خارج تركيا حاور الناس التقى بالبابا التقى بكثير من الشخصيات أصحاب الفكر من غير المسلمين التقى بهم سابقا وما زال وكان هناك حوارات وكان لقاءات لأنه يعلم علم اليقين أن هذا العالم إذا لم يكن به تكاتف وانفتاح الآخر على الآخر تصبح هناك مصائب ستنزل على رأس الجميع وستأكل الجميع وسيأتي الإرهاب من الجميع من المسلمين وغير المسلمين هناك إرهاب ولكن كيف نقضي على الإرهاب الإسلامي وغير الإسلامي نقضي عليهم بالحوار هكذا كانت رؤية الأستاذ فانفتح على الجميع ونجح حيث أخفق العديد من الناس لأن الحوار هو قوة وهو متانة وهو يعطيك الثبات في الأرض لأنه عندما يكون على أسس ثابتة يكون دليل قوة وفاعلية ونجاح ما الفرق بين حركة الخدمة والحركات الأخرى أنا حتى لا أظلم الحركات الأخرى لن أسميها أحداً ولكن هناك العديد من الحركات التي نهجت هذا المنهج اتجهت معظمها بأحد اتجاهين إما اتجهت إلى المجال الفكري التنظيري ألف كتاباً كتب مقالة عقد ندوة أو مؤتمراً واكتفى بذلك هذا جانب وهناك جانب آخر من الحركات الإسلامية الأخرى أنه توجه باتجاه الدعوة التقليدية فقط يعني أحد الشيوخ الفضلاء طبعاً الشيوخ الكرام له مريدوه تلامذته يعني يحضرون الدرس صباحاً عند الفجر ربما درس مساء ويعني درس متواضع ثم يذهب كل من في طريقه وإلى بيته ماذا أسستم ماذا فعلتم لا شيء لكن أن تجمع الجانبين إلى جانب واحد أن تجمع الفكرتين الفكر ويحول إلى عمل تحويل الفكرة إلى ثمرة تحويل النظرية إلى عمل هذا الذي نجح به الأستاذ نجح الأستاذ وأبدع في تحويل الفكرة فكر كتابة تأليف تنظير منظر مفكر كبير ولكن لم يكتفي بالتفكير إنما عكس الفكرة واقعاً وعملاً فأثمر المئات والآلاف والملايين من طلبة العلم ومن خدام هذا الدين فلذلك جمع الخيرين فإن كان الفكر خير والعمل خير فما بالك بمن يجمع هذين الخيرين فسيكون الخير الأعظم لذلك نجح الأستاذ حيث أخفق الآخرون فجمع الخير من جانبيه الفكر والتنظير والتأليف والبحث مع العمل والبناء والانفتاح والتأسيس مؤسسات كل جوانب الحياة جمعها فأصبحت الخدمة نموذجاً فريداً في هذا العالم ترجمة نانسي قنقر